إذن مشاهدين للمزيد أيضا من المتابعة ينضم إلينا من أحد المجمعات الاستهلاكية بالجيزة مراسل أكسرا نيوز عوض الغنام عوض برحب بك بداية كل عام وأنت بخير لو توجز لنا الصورة إذن من داخل هذا المجمع يعني في الجيزة تحديدا أبرز الخدمات التي يقدمها هذا المجمع الأسعار كيف هي الصورة بشكل عام عوض تفضل نعم للاس رمضان كريم أولا بالفعل كما أسلفت المجمعات الاستهلاكية عموما هي يد الطولة للدولة التصل للمواطن المصري في أي زمان وفي أي مكان بكل مسمياتها المختلفة لأن المجمعات الاستهلاكية للاس لها أكثر من مسمى مسمى مجمعات اسكندرية الجملة العامة أنميل ونحن هنا في مسمى مجمعات الأهرام ومجمعات الأهرام منتشرة في محافظتي القاهرة والجيزة انتحدث تقريبا عن أكثر من 160 فرعا موجود في كل مكان في الجيزة وفي القاهرة نحن هنا في ميدان الجيزة بالأحرى فهذا المجمع عليه إقبال كبير على مدار الساعة العمل هنا يبدأ من الساعة التاسعة حتى الساعة التاسعة مساء من الساعة التاسعة الصباح للساعة مساء في الأيام الاعتيادية لكن في رمضان الأمر يختلف لأن هناك نوبة عمل في المساء وأخرى في الصباح يبدأ العمل صباحا من الساعة التاسعة حتى الساعة الربيعة مساء ثم تعاود هذه المجمعات فتح أبوابها أمام المستهلكين أو أمام المواطنين مرة أخرى من الساعة السامنة مساء حتى الساعة الحادية عشر مساء أن العمل فيها لا يتوقف على مدار الساعة ويتم تقديم كل السلع الاستهلاكية المهمة بوفرة وبسلع جيدة وبجودة عالية وبأسعار تنفسية للغاية لكن أهم ما يميز هذه المجمعات الاستهلاكية دون المهرجانات التسوقية الأخرى المرتبطة برمضان مثل معارض أهل رمضان وغيرها أن العمل هنا يتم على مدار العام وكذلك السعر التنفسي على مدار العام والسلع متوفرة على مدار العام لماذا؟ لأنها تتبع هذه المجمعات الاستهلاكية شركة وطنية مصرية خالصة هي الشركة القومية لاستهلاح الصناعات الغزائية وهي تبعى لوزارة التموين تتميز بها الرقابة الصارمة مما زاد من مساحة السيقة الكبيرة ما بين المواطن المصري وما بين هذه المجمعات الاستهلاكية تفضل الناس نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا عوض الغنان مراسل أكسران نيوز إذا حدثتنا من أحد المجمعات الاستهلاكية في الجيزة تحديدا من مجمع الأهرام في ميدان الجيزة شكرا جزيلا لك